مع ازدال الستار على اعمال القمة الامريكية الافريقية التي استضافتها العاصمة واشنطن دعا رئيس الولايات المتحدة جو بايدن الاتحاد الافريقي للانضمام الى مجموعة العشرين كعضو دائم مطالبا في الوقت نفسه بادخال تعديلات على مجلس الامن الدولي ليشمل تمثيلا دائما لافريقيا متعهدا بتقديم استثمارات مالية ايضا نعمل بتعاون وثيق مع الكونغرس الامريكي من اجل التخطيط للالتزام بتوفير 55 مليار دولار لافريقيا للمضي قدما في الاولويات التي نتشاركها ولدعم اجندة 2063 هذه المبالغ تمثل التزاما شاملا من الولايات المتحدة للاستثمار في سكان افريقيا والبنية التحتية الافريقية والزراعة والنظام الصحي والامني واكثر من ذلك من جانبه اشار الرئيس السنغالي والذي يتولى رئاسة الاتحاد الافريقي ماكي سال الى عدة اولويات للقارة السمراء تريد ان تسلط الضوء عليها من خلال هذه القمة على رأسها مكافحة الارهاب والامن الغذائي والرعاية الصحية وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للقارة افريقيا تريد ان تتشارك اولوياتها مع الولايات المتحدة ومنها السلام والامن ومحاربة الارهاب نحن نأمل ان تكون مكافحة الارهاب جزءا اساسيا من الجهود العالمية ضد هذا المازق للمساعدة في السلام والامن العالمي وانا توقع اتزاما قويا نحو هذه الاولوية الهامة ودعما من الولايات المتحدة القمة شهدت كذلك تركيزا على الامن الغذائي في افريقيا وتعزيز فرص تحسين الزراعة فيها للاستفادة من قدراتها الهائلة ومساحاتها الشاسعة في هذا المجال القمة الامريكية الافريقية في يومها الثالث والاخير عكست رغبة من الجانبين للتعاون في شتى المجالات مستقبلا لترسل واشنطن رسالة مفادها انها تنوي الانخراط مجددا في هذه القارة وعلى مدى عقود مقبلة مجد يازجي سكاينيوز عربية واشنطن